من حفرة صغيرة لا تشد الانتباه وعبر ممرات ضيقة ملتوية ندخل إلى هذا المكان الفريد من نوعه إنها سرديب الموت في منطقة أودسا جنوب أوكرانيا مدينة في حد ذاتها تحت الأرض هي الكبرى من نوعها حول العالم طول الدهاليز الموثق هنا يتجاوز ألفي كيلومتر ولكن متأكد أن الجزء المجهول لا يقل عن ألف كيلومتر أيضا منطقة أودسا تضم عدة سرديب واسعة وعميقة يتصل بعضها ببعض ورغم أن اسمها يرتبط بالموت فإنها لم تحفر لدفن الموت على غرار مثيلاتها في عدة دول بل لاعبت أدوارا كثيرة في مجالات شتى مع بداية القرن التاسع عشر حفر الروس مناجمة تحت الأرض لاستخراج الحجارة وجاء السوفيت ليصبح الأمر أكثر تنظيما بعد ذلك استخدمت هذه السرديب أيضا مواقع عسكرية وملاجئ وسجونا وأماكن للتعذيب ومقار للثوار والعصابات واللصوص وقطاع الطرق وتجار العبيد لاذى بهذه السرديب جنود فروا خلال الحرب العالمية الثانية لكن ذهاليزها حالت دون إمكانية خروج بعضهم وانتهى بهم الأمر عظاما في بعض الزوايا ورسوما متكررة على الجدران تحكي عن انتصار الشر على الخير التاريخ يعيد نفسه ويا للمفارقة بعد عقود من الحرب العالمية الثانية عادت سرديب الموت لتصبح أملا بالبقاء على قيد الحياة وملاذا للسكان الهاربين من الموت الناجم عن القصف الروسي يأتي أوليكسي إلى هنا ليتذكر أسابيع قضاها كنازح في بداية الحرب وتتجول عيناه في تفاصيل المكان قبل أن يحدثنا عن مشاعره نزحنا عن ضواحي كييف مع بداية الحرب لأسباب كثيرة كانت السرديب أفضل خيار للعشرات القادمين من كييف وشرق أوكرانيا رغم الظروف الصعبة فإن كنا نشعر بالأمان بعيدا عن أصوات الانفجارات رغم العتمة والرطوبة والبرد في هذا المكان الموحش أمتار قليلة تحت الأرض كانت بالنسبة للنازحين خيرا من جحيم حرب لا تتوقف فوقها صفوان جولاق تيرتي عربي أوديسا ترجمة نانسي قنقر